موسيقى شيطنة ميليشيا الانقلاب حربها في تعز كشيطنة الافكار التي جاءت بها وزعت حقدها على المناطق والأحياء بقدر غلها هذا ما تقوله المشاهد المرعبة هنا في هذه المنطقة التي كانت يوما تحفة معمارية وسوقا تجاريا زاهرا موسيقى ترجمة نانسي قنقر حي الجحملية في مدينة تعز حي مترام الأطراف أكثر الأحياء السكنية شهرة في المدينة جمع في إطاره مزيجا سكانيا من مختلف المحافظات وسادت فيه العديد من الثقافات وظل الجميع يتعايش في أفيائه لمئات السنين بكل سلام ومحبة إلى أن قدمت إليه ميليشيا صالح والحوثي بمشروعها التدميري وها هو اليوم تبدو مبانيه وأسواقه ومرافقه كبقايا أطلال متناثرة في كل الزوايا يعني القحملية كانت إشعاع النور للمدينة بشكل عام حتى الطبقة السياسية طبقة العسكرية يعني عاشها داخل القحملية ما عاشوا شبكان أخر يعني من الأذى كلهم تشوفهم الجهة الشرقية القنوبية للمدينة يعني مشكل عام مسؤولين سواء من أبناء تعز صنعاء أو من أبناء الصنعاء ومن المحافظة الأخرى يعني بتعز قادة عسكريين سياسيين وزراء كلهم عايشين بداخل القحملية يعني ممتد من القحملية من العقبة إلى داخل الصالة إلى قصر الإمام صالة تفاصيل مرور الميليشيا في حي الجحملية متشعبة جدا وربما لم يسلم من عبثها ساكن ولا مسكن على طول امتداده ولكي لا تضيع الأحداث في السرد المجمل سنذهب إلى تقسيم الإطار والغوص في التفاصيل في الجهة الجنوبية من الحي تقع حارة قريش مكنها ارتفاعها من الإشراف المباشر على امتدادات واسعة في المدينة لذا سعت ميليشيا الانقلاب منذ اللحظة الأولى لاجتياح المدينة لبسط سيطرتها مستندة على قوة التسليح المتوافرة لديها أولا وتوافر جيوب حاضنة شعبية لها ثانيا وبالفعل بسطت السيطرة وأنشأت على أطرافها أول مقر رسمي لها على مستوى المدينة هذا كل حوتين الحارة ما بلحنا وبت عبدو سعيد وثلاث بيوت مكينة اللحنا ما دخلناش بالحوتين هذا وكانوا يدخلوا يخرجوا من هنا قام بيتي هذا قيادي عبدو الكريم ومالتو لقلوب هنا خارج قال لش تعملي قلوب لا فيش داعي للقلوبات قلتولي ش أستاضي لحد قيل لحد في قاعنا لحد قال لا ما فيش داعي لانتو مش تعملون قلتون لعلشان ما ما نمالش داعي قلوب نحن لا قد نسمع هذا التقومات يدخلوا للحوش يدخلوا للحوش وشح شح وكلام كذا محد يسمعوه وأقول مدري ما تلوهنش أنه حوتي وأنه قد يشتغل مع الحوتيين مرة قال لي يالله لش يسير الجامس قد أصلي قال لي ما فيش داعي للصراء تصليش هذوم كذابين هذوم دقالين هذوم قتالين قتالين هذوم قتالين تعالي شي أقول لك إيش ندخلك معنا صرت إيران وعملت صنعت الترك يعني حكي لي على إيران افتقعتني منه قتالين أنت حوتي؟ والله قال ما ليك أنت من صنعه ولا لا قلت له إيه أهلي من صنعه أنا ما عايش إلا بتعز ولا تبتعز قال أنت أنت صنعاني أنت معانا إيه لو تبصري على يعني قس حكي لي عليهم على هذا كان المرح إيران لما ما تقبلت يعني منه أول مقرات للحوثيين وبدأت هنا في القحمل أعتقد في قريش وبالخزانات فوق المستشفى العسكرية الخزانات هذه أول مقرات يعني غير المدينة ما أعتقد شنا فيه مقرات لهم خالص وبدأنا الصيح نحن وهم كنا طردنا المتحوثين اللي قاوا من صنعان مدري من صعدة خرقناهم أقكرم عبدو غني قال خلاص بنخلي المقر هذا مقلس للشباب على أساس أنهم فكوا قددوا الإيقار قلنا له إحنا بها نديلك حق الإيقار ونخرج من هنا ما نشوش لا مقلس للشباب ولا حقا قال إيش رأيكم أنا شا أدي لكم بيس وخلوكم معي وقدوا لهم حاضنة شعبية داخل القحملية بحكم أنهم كانوا مغلب الناس اللي كانوا ساكنين داخلي معظمهم من تمول المناطق الزايدية يعني وجدوا متعاطفين حتى من أبناء تعز نفسية من من كانوا يدعوا بأنهم هاشميين من آل البيت السلاليين أنفسهم أبناء تعز وهم اللي يعني حاولوا الحوثيين يتقمعوا عندهم ويتقمعوا معهم يشكلوا إصابة واحدة لتخريب يعني ما تشوفهم ما صورتهم يعني العالم كله يشوفهم أمنت ميليشيا الإنقلاب تواجدها في حارة قريش من خلال هذا المقر ومنه ذهبت إلى تبني عمليات التحشيد مستغلة حاجة الناس أولاً والتظاهر باسم الدولة ثانياً إضافة إلى تقديم المغريات لهم من مال الدولة المسلوب وسلاحها المنهوب رافق ذلك خطوات حثيثة لنشر ثقافتها الطائفية والعقائدية وإشعال فتيل التناحر والكراهية من خلال برامج وأنشطة المسخ الفكري الذي تبنت وقدمت لأجله كانوا يستقطبوا ناس من هنا ومن القرى يطلوا أم صعدة يعسكروهم بعدين رقعوا مبندقين يلا بدين ينتشروا بالحارة نقاط خدمات بتعاون مع الحكومة مش إنو بدون تعاون الحكومة صرفت لهم تصاريح لأنو إحنا ناعس كريب الأمن من قبل كنا اللاعق المسلحين وهم مسلحين رقعوا خرقوا له من مدير الأمن من إدارة الأم تصاريح الرسمي لحملة السلاح كانوا يجلسوا خدمات على مربع كله والا القيادة حقهم كان كلهم ينتموا لقلبه ممن ادعوا بأنهم المصطفين الأخيار أصحاب الحكم الإلهي هم اللي كانوا يقودوا المساكين المغرر بهم الطبقة الضعيفة يعني الطبقة القوية ما دخلوش ما دخلوا كلهم معهم الضعاف ضعيف النفوس أصحاب الحاجة يعني الدخاصة بالقحملية كلهم كانوا بعضهم أصحاب حاجة يعني قليلين الدخل لا دخل لهم هذا الفقر وهلي دمر اليمن الفقر ما دمرش اليمن الغناء دمر الفقر الفقراء يعني أي واحد الآن يعني ممكن تخرج لأي شارع معك مليون اثنين مليون ممكن تخطع لك الشارع بجماعة من الشارع الناس في رحوبهم أيش أنه بسم الحكومة هو ذي اللي أيش لبسوهم ميري بسم الحكومة ومعاشات 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 يعني والواحد لما يشوف أنت يعني العقلية والقاهل وحق ولع قات السجارة والقات ببلاش والسجار ببياس كانوا يضخولهم والأيام كانوا يضخوهم مليان كان الدنيا نعمة رفاهية كانوا يقولون لها لحم وغصدار البياس اللعبياس ماهس الدخائر من كله كان الدنيا والقهال لما أنت تشوف صاحبك مبندق وانت ما أنتش مبندق لما تشوف صحابك كلهم فوقهم بنادق وأنت لا تشوف تتحمل بندهم من قيزهم يلا همسك هذا بندهم بس كانوا ما يوثقوا يعني ثقة ثقة أما هذا من اللي بندقهم هنا هابتعز ما عافش ثقة ما يوثقوا للي يطلع صعده واللي هو عاطيه يقول لك يا الله قدنا أقس معهم ولا أقس بلا مهرة وينقذب لهم عنده يحملوا الله عالي وانفرحتهم هذا الخبر وخزن له عنده شكروا كلهم اللي هم من غير شوق ومن غير أمان شعرت الميليشيا بنشوة التواجد والتمركز بحارة قريش هنا أخذتها العزة بالإثم وذهبت إلى تبني سياسة توسعية من خلال تنفيذ هجمات مسلحة وقصف على المدينة وأحيائها التي لا تخضع لسيطرتها رافق ذلك عمليات تضييق ممنهج للأفراد والعائلات الذين لم يدينوا لهم بالولاء بإجراءات تعسفية وأعمال بلطجية مكيدة خروجنا ودخولنا كان عمليات حذر شديد ما فيش خروج إلى الشارع عن مهم الله لحاجة ضرورية يخرج مثل رب الأسرة ليقلب حاجات أسرته يعني وحذر يعني في ذهابه وإيابه ويختار أقرب منطقة لأخذ هذا الشيء والعودة سريعة إلى بيته حاصرنا من كل حاجة حتى لا درجة أن معاك النجرة نحصل لا دكاكي نفاتي ولا شيء يعني إلقائها ساعة منطقة عسكرية مع أدبوش أحد قال لي إذا في معاك داخل قوتك هذا اليومي ممكن أن يكمل تمدقوه لا غير اللي كانوا المساكين يعني العاديين والناس العاديين السواقين مترات حصل مع أي حاجة شلة طماط بطاطة أي شيء أخذه يعني إذا كثر بالخرجة والدخلة ممنوع معك وقت من الساعة كده للساعة كده لا تخرج هذا اللي بقود أخي الحارة يعني الساعة كده من الساعة واحدة إلى الساعة ثلاثة العصر وغير ما تخرجش تشتري الثلج تشتري الروتي حق الغداء والعشاء وحق الصبوح اليوم الثاني الصبوح لأنه ما عاش تخرج للساعة يداعش تاني مرة ما عاش تخرج لله يداعش بالظهر تاني مرة كانت تخرج الساعة يداعش تشتري بصرفتك كله غداك معك سجارتك روتي كل صرفتك وروح أنا كنت قالس بالدور الثاني وهذه بيتبيت الدور اللي تحت الأول في حوش والله ما كنت أخرج من الباب هذا هذا الباب ما كنت أخرج كده أنا نصيح لهم من الدور الثاني بالحبل ومدرهم الحبل صماطة وطلع العشاء والله الغداء لا طالع ويشوفينوا الباب شا نزل البيت كيف كانت عاملهم مع النساء؟ وعادهم راقب هنا بباب الباب اللي يقول يستمعك أنت ومين اللي يقول يشوفك واللي يخزر من البيوت من قنب البيوت الشاقرون يستمعون آدم من صدق وقعين والله يعني إذا ما قزعت معي أن داعشين خلاص لك خيارات يا تعيش ببيتك غلق على نفسك ممنوع الخروج ممنوع تخرج حتى يراقبك لو تحرك داخل الحمام يتابعك لداخل الحمام في بيوت صغار والله كانوا تتكلمون من داخل يقول صلنا طوله وراء الحمام الحمام قريب للشارع ما تفعل عندك يعني يا تعيش داخل بيتك وموت يا تعيش داخل بيتك وموت معنا يا تعيش لك ونحن شل البيت شل البيت شل الخرب والدمار والنهب والسلب هذا كلهم بسلب بسبب أنهم عصابات هم عارفين إيش معنى الحرب ولا كيف حاربوا ومش عارفين حتى كيف حاربوا وقل لك نحن حارب في نصرة الإسلام والمسلمين الموت لإمريكا وإسرائيل والقتل من تحز من الجحملية من ذمار من صنعة من كل محافظات المهورية والدعوة الدعوة على الموت لإسرائيل وإمريكا وإن إسرائيل وإن أمريكا حين أفرطت الميليشيا الإنقلابية باستخدام القوة على الأحياء السكنية في المدينة وارتفاع عدد الضحايا المدنيين في المنازل والطرقات كان لابد من وضع حد لتلك الممارسات الميليشياوية من خلال تشكيل مقاومة شعبية نقلت مربع المواجهات إلى الصفوف الأمامية رافقها دعم وإسناد جوي من طيران التحالف العربي حدث جنت على إثره الميليشيا الإنقلابية وأقدمت على تهجير من تبقى من السكان بشكل إجباري ومن خالفها تقتادهم إلى معتقلها المعروف بسجن الدجاج ولا يخرج أحد منه إلا بعد توقيع تعهدات بالنزوح هنا بالمربع بالأيام الأخيرة خلاص معد بالسكان بالمربع هذا اللي هو معاهم أما مواطن حتى لو هي مره هذي يقولولي هذي منطقة عسكرية ما تقلسيش هنا يلا الله معيك حتى المكالف معتكن يعني السكان اللي هم عايشين بالمربع اللي هم منهم فيهم عيالهم قاتلوا معاهم يعني انت أب معاك ثنين عيال واحد يقاتل معاهم بها تقلس يبنك ما يقاتلش معاهم ما بها تقلسش والله ما بها تقلس لو تكون مانكنت شيبة كبير شباب كيف ما كنت ما بها تقلس حتى لو أنت لوهي المكالف قد راحوا الرجال وبقين المكالف ما بيقلسش هذا نوصل للمعلومات أما حاجة ضروري واحد يقاتل معاهم يعني يقول لك انزح انزح والله يشب لك يشب بعض من الأسرة على أساس يوقعوا على النزوح والله يعني مثلا هذا بالفترة الأخيرة يعني والله يعني يقول لك أسجل مدينة الصالح في حين أنا أولادي قاموا شلوا أولادي ومسهم ووقعوا على النزوح ونزحنا من البيت أتوا مجموعة ودخلوا إلى البيت وأمروني بالخروج فخرجت من بين أولادي قالوا لي أنت قواب فلان اللي هو أكرم القنيد اللي كان مسؤول فأتيت إلى هنا وسجنت ثلاثة أيام أولا ثم رفعونا إلى مدينة الصالح فكنت أقول له ما هو ذنبي؟ ما هو ذنبي؟ لماذا أسجن؟ لماذا أستدعيت؟ ولم يرضى أن يقب عليه كان الكبر موجود أصبحت حارة قريش مربع مواجهات حقيقية ولم يبقى فيها سوى عناصر الميليشيا التي اعتلى القناصين أسطح منازلها وأنشأ المقاتلون في أفيائها خنادق وسراديب ومتارس لإدارة عملياتهم القتالية حتى غدت كل التحركات في المكان أهدافا مباشرة للقناصين وشظايا القذائف بل وصل بها الأمر إلى أن تطال السكان الذين أجبرتهم الظروف للبقاء وإصابتهم في عقر ديارهم أصوبت المرة لا دخل البيت حقي يعني أصوبت إصابة لا دخل البيت لا دخل الغرفة يعني حصل قذائف ولا دخل الغرفة ودخلاش الله وعد الآجة البعيدة يعني من سطح لما دخل من هنا خزق الشميز والقرام والسترة يعني ودخل من هنا وقفا هنا بالقانب الخلفي والله كنا نصلي في بعض الأحيان أربعة خمسة أفراد وبعض الأحيان والله كنت أصلي لوحدي بعض الفروق أخرج من البيت سريع إلى باب الجامع ثم أدخل حكومنا البيت قريب من الجامع فأصلي في بعض الأحيان لوحدي لم يكن هناك أحد الناس الخوف والقلق يعني يستقروا في بيتهم القص قد كانوا يعني أعتنوا البيوت الرافعة كل يعني تبصر كان باب يعني فترة وفترة يعني يقنصوا نصب الشارع يعني إذا مر يعني أي شخص على بيتهم حتى نساء يعني قلصين يطلقوا عليها من البيت الإمارادي بالليل الساعة يمكن 12 بالليل فخر وأنا يبلبل أكون تيجي جنب بالباب فخرج أصيح أحسبوا حجار أنا ما نشداري باب حديد سأصطر حجار كده أجي خروج قيموا البيت كامل جوهار حقي ومن الصوت فخرج أشوف بنحسبوا واحد رقم بنقول بنصب الليل منو الرقم لا هنا منو يؤذي منو ولا بو حاجة بعد الوالدة تقول ليس كاشوف البلقونة لو بو حاجة ما هذه مش حاجة رقم الوالدة حقي حسس كده و رصاصة حقي شوف البلق قد فيه مخروم كده قاعدني من اليوم الثاني بكرت عزلت لم يقتصر الضرر عند هذا الحد بل ذهبت الميليشيا بشكل متعمد إلى نصب آلياتها العسكرية بجوار العمائر والمنازل والمرافق الحيوية وجعلها عرضة للتدمير والقصف من قبل طيران التحالف العربي معرضة بذلك مقدرات شعب وممتلكات أمة الوالدة للتدمير والخراب موسيقى 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 في هذه البقعة الصغيرة من مدينة تعز كانت حياة وتحت هذا الركام اندفنت مشاهد كثيرة تعجز الكلمات عن وصفها لكن القصة بصورتها الكاملة لم تكتمل بعد فهول الدمار ينبئ عن حكايا وقصص وآلام وأوجاع كثيرة ترجمة نانسي قنقر